بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي في حلقة جديدة من مادة اللغة العربية النهاردة بإذن الله هناخد فرع النصوص فيه نص من نصوص اللغة العربية للكاتب عباس محمود العقاد وهو درس الكراءة حياة للحياة من هو عباس محمود العقاد أبنائي عباس محمود العقاد ولد في أصوات وعلم نفسه بنفسه حيث أنه أحب القراءة منذ صغره فكون ثقافته دون أن يحتاج لأحد وقرأ في جميع فروع العلم لم يقتصر على فرع واحد من فروع العلم وإنما قرأ فروع العلم كافة لذلك أذكر قصة عنه أنه كان عندما يمرض يكتب لنفسه استشارته بنفسه روشيتة اللي هي بتحط فيها الدواء دي كان يكتبها لنفسه من أين أتى بذلك؟ أتى بذلك من كراءاته فكان يقرأ في فروع العلم المختلفة يقرأ في التاريخ يقرأ في العلوم يقرأ في الطب يقرأ في الهندسة يقرأ في الفلسفة يقرأ في الشعب وكان يتقن اللغة الإنجليزية وقليلا من اللغة الفرنسية فكانت هوياته الأولى هي القراءة لذلك يقول العقاد عن القراءة إن الفكرة الواحدة جدول منفصل إن الفكرة الواحدة جدول منفصل فكرتك وفكرتي فكرة كل واحد فينا لو اكتفى بيها بس تبقى دا عامل زي الجدول المنفصل الجدول دا يعني زي ترعى صغيرة كده مكان للماء صغير أما عندما أقرأ فكرتك وأنت تقرأ فكرتي ونتبادل الفكر حول موضوع الماء فهذا ما يشبه المحيط المملوء بالماء فبذلك تعمل فائدة وتكسر الخيرات والخبرات من القراءة فيقول أما الأفكار المتلاقية فهي المحيط الذي تتجمع فيه الجداول أفكار متلاقية بقى يبقى تتجمع فيه مصادر الميا دي كلها في إيه؟ في محيط ضخم يا سلام يبقى إذن الأفكار المتلاقية فهي المحيط الذي تتجمع فيه الجداول جميعا والفرق بينهما وبين الفكرة المنفصلة كالفرق بين الأفق الواسع والتيار الجالس وبين الشط الضيق والموج المحصور خد بالك من التشبهات الجميلة التي يذكرها عباس محمود العقار فقد صور الفكرة الوحيدة بجدول منفصل ده تعبير جميل حيث صور الفكرة الوحيدة بجدول منفصل أيضا صور الأفكار المتلاقية بالمحيط الذي تتجمع فيه الجداول جميعا مين يفكرني بإعراب كلمة جميعا ها قلناها طبعا في الترمي الأولان وإحنا بنشرح درس الحال قلنا كلمة معا وجميعا وقت ما شوفها كده معا جميعا وحده وحدهم على طول وانا مغمط حال مفرد منصوب وعلامة نظبي الفتحة والفرق بينهما وبين الفكرة المنفصلة كالفرق شبهه شبه الفرق بين الفكرة المنفصلة والأفكار المتلاقية كالفرق بين الأفق الواسع والتيار الجارف مين يقدر يجيب لجمع كلمة الأفق ها الآفاق طب مين يقدر يجيب مضاد كلمة الواسع الواسع الضيق جمع كلمة التيار التيارات الجارف مضادها الساكن أو الهادئ يبا إذن هنا الكاتب يفرق بين فكرة واحدة وبين أفكار المتلاقية وبين الشط الضيق والموج المحصور وقد تبدو الموضوعات التي تتمثل بها هذه الأفكار في ظاهر الأمر أنها موضوعات تفترق الشرق من الغرب والشمال من الجنوب تعال نسأل كده نقول تبدو معناها إيه؟ معنى تبدو تظهر معنى تبدو إيه؟ تظهر الموضوعات مفردها الموضوع التي تتمثل طب تعال بقى نسأل سؤال جميل جدا إعراب كلمة التي إيه؟ ها؟ ورد علينا هذا الإعراب في الترمي الأول لما كنا بناخد المبني والمعراب فبنقول للتي اسم موصول مبني في محل نعت في محل إيه؟ رفع نعت التي تتمثل الجملة اللي بتيجي بعد الإسم الموصول بيكون دائما لا محلة لها من إعراب يعني تتمثل لا محلة لها من الإعراب ليه؟ لأنها صلة الموصول هذه الأفكار في ظاهر الأب أنها موضوعات تفترق الشرق من الغرب والشمال من الجنوب يعني أنا لو أنا أقرأ درس من الدروس أو موضوع من الموضوعات فالأول كده أنا بتخيل أن كتاب فلان في نفس الموضوع ده يختلف عن كتاب فلان في نفس لا موضوعات كلها واحد لا خلافة بينه كلها تستمد موضوعاتها من الحياة وفكرها من الحياة فعندما نقرأ نبحث عن الحياة نبحث عن الحياة ومعناها الحياة بدون كراءة لا معنى لها هذا الفرق هو الذي بين الإنسان المثقف وغيره فالإنسان المثقف يجمع في داخله فكرا عظيمة من أين جمعها ومن أين أتى بها؟ من كراءات اليوم نحن نعاني من قلة هذه الهواية واندفارها ليه؟ لأن الكل دلوقتي بقى عايز الحاجة المعلومة اللي علماش كده من خلال الفيسبوك حتى إحنا ما بنحاولش إن إحنا نستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة فيما يفيد يعني أنت ممكن تدخل على الفيسبوك ما فيش مشكلة أو جوجل أو ما إلا ذلك من وسائل تكنولوجيا حديثة ممكن أدخل عليها واجيب كتاب من القتب أقرأ معلومة من المعلومات تكون فيها فايدة أنا أذكر وأنا صغير في قريتي كان هناك رجل يأتي كل يوم جمعة الصبح قبل الصالة يبيع الكتب يحمل الكتب كده على كتفه ويمر على بيوت المثقفين يبيع لهم الكتب ناس تشيل منه كتب شوف بقى كان قدي إيه الناس حديثة على القراءة والثقافة فلذلك العقاد يريد أن يحيي تلك الهواية الجميلة في نفوس شبابنا اليوم وهي هواية القراءة طيب الجزء الثاني بيقول وحقيقة الأمر أنها كلها مادة حياة القراءة كلها حياة فأنت عندما تقرأ في التاريخ حياة عندما تقرأ في الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء حياة عندما تقرأ في الطب حياة فهي كلها مادة حياة أنت تقرأ لتبحث لأنك تريد أن تبحث عن ما ينقصك من عين فكلها مادة حياة وكشفنا في اللقاء السابق عن كلمة حياة في المعجم فقلنا باب الحاء فصل الياء مع الياء وحقيقة الأمر أنها كلها مادة حياة وكلها جداول تنبثق الله على الكلمة الجميلة تنبثق وكأنها تندفع كأن بير مية بيندفع فعين صور هذه الهواية الهواية اللي هي القراءة وهذه الفكرة المختلفة وكأنها بئ الرماء ينفجر من ينبوع واحد وتعود إليه أنت بتطلع فكرة وترجع الفكرة في مدار الحياة برضو أجبع بالأمواج التي تتلاقى في بحر واحد وتخرج بنا من الجداول إلى المحيط الكبير شفتي قد إيه هو عايز يخرج بك من فكرتك الصغيرة إلى الفكرة الكبيرة التي تجمع بين القراء جميعا لذلك العقاد بقول إيه عن كراءات إيه شفت كان على فكرة العقاد ده كان لما ياخد مصروفه هو صغير يقوم بيها يحوش مبلغ جنبه مبلغ جنب مبلغ عشان الشيري بيهم كتاب الشيري كتاب النهاردة عايزين نشتري يوجي نلعب بيه وعايزين نشتري ألعاب مختلفة لا عايزين نقرأ عايزين نخلي للقراءة وجود في حياتنا يا أبنائك فالقراءة هي الحياة يقول لك كان لما يشتري طعام يأكله يقوم الطعام ده كانوا بيلفوه في ورق زمان كده مكتوب فيه يقوم هو مش يجري على الأكل هيأكله بقى لا يمسك الأكل بيه ويمسك الولاء اللي اشتري فيها الطعام ده بيه التاني يقعد يقرأ كده يجمع المعلومات هكذا كان عباس محمود العقان الذي سجل اسمه في التاريخ بالرغم من أنه لم يحصل إلا على الابتدائية كشهادة ولكن قيمته العلمية والأدبية فاقت كثيرا ممن حصلوا على الشهادات العليا لقد أدركت حين هويت الكراءة أنني أبحث عن هذا كله أو أن هذه الهواية تصدر من هذه الرغبة وأدركت حين هويت الكراءة أنني أستطيع أن أضاع فكري وشعوري وخيالي كما تضضاع في الصورة بين مرأتين لو واحد دخل صالة عربيات ولا حاجة طبط بص تلاقي الرجل بتاع الصالة عامل الحيطان بمرايات عشان لو حط في الصالة عربية والعربيتين دي بقى أنت متخيل أن فيها كازا عربي فبالتالي عندما تنظر في أكثر من مرآة مرآة أمامك ومرآة خلفك ومرآة من جنبك إبقى أنت هتشوف نفسك أكثر من إيه من صورة بأكثر من صورة كذلك لما تقرأ اقرأ مثلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ لفلان وفلان 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 هتجمع مجموعة أفكار كثيرة مش هتقف عند فكر واحد بس وبذلك يمتلئ عقلك بالفكر الجيد وإنت تخلي عقلك بمثابة مصفة اللي تصفي بيها الفكر دي كلها وتشوف إيه الفكرة المفيدة البناءة تسير على هداه والفكرة الضالة تشيلها من سلة التفاح كما قال ديكارت دي كارت قال كده قال إن عقلنا يشبه سلة التفاح والمعلومات هي التفاح سمار التفاح بقى فأنا علي بعقلي أنائي السمرة المفيدة خليها والسمرة الضرة بعيدها حتى لا تنعكس بضرارها على بقية السمار أبناء طبعا القراءة جزء من تكوين شخصية الإنسان وجزء من تشكيل سلوكيات فالقراءة هي التي تكون شخصيتك وهي التي تشكل سلوكياتك في المجتمع والقراءة هذه غزاء العقل زي ما أنت بتحرص على الطعام هتاكل كذا وهتاكل كذا وهتاكل كذا احرص أيضا على أن تغزي عقلك تغزيه بما يفيده بالقراءة المفيدة وليس بعيد عنه أن نذكر مثالا لمن تفوق في مجالات العلوم المختلفة الأستاذ الدكتور المصري مصطفى السيد هذا العالم الذي يعتبر عالم من ذهب ليه؟ لأن الأستاذ الدكتور مصطفى السيد استطاع بمعاونة فريقه الفريقه في أمريكا في أطلنطا أن يتوصل إلى استخدام زرات الزهب في علاج مرض سرطان شف الله كل مريض أمين يا رب العالمين هذا العالم تمكن من استخدام الزرات الزهبية في أن تحيط بالخلية المصابة بمرض السرطان ثم يسلط عليها شعاعا من الليزر هادئ فيحرق الخلية ويجعلها لا تمتد إلى الخلية الأخرى طبعا في حالة اكتشاف هذا العلاج يتحول نظرة الناس إلى الزهب فبدأ من أن يهتموا بارتدائه كخواتم أو حلي مختلف لا ده يكون وسيلة لعلاج المرض فقيمتها ترتفع بهذا استطاع الأستاذ الدكتور مصطفى السيد أن يستخدم الزهب استخداما أفضل مما نستخدمه فلحن نستخدمه في التزين هو يستخدمه في علاج الأمراض بارك الله في الأستاذ الدكتور مصطفى السيد ذلك الذي تعلم في مصر وتعلم من أساتذته المصريين كما يقول هو أنهم زرعوا فيه أسس الطموح لأنه حصل في بداية تعليم على الشهادات من مصر من هنا وتتلمز في بداية حياته على هذه الأستاذ المصريين الذين زرعوا فيه أسس الطموح ثم لم ينس مصر فطالب بأن يستفيد من هذا الابتقار وهذا الاختراع مصر وأبناء وأمريكا ولذلك كانت هذه الإشارة دليل على وطنية الأستاذ الدكتور مصطفى السيد أبنائي الأستاذ الدكتور مصطفى السيد وصل إلى مناصب عليا وحصل على كثير من الشهادات منها أنه حصل على جائزة الملك فيصل في العلوم ودي جائزة عالمية أخذ وشام العلوم الوطنية من أمريكا رأس أكبر مجلة علمية في أمريكا وعلى ما أذكر إن لم تخني الزاكرة أنه كان المستشار العلمي للرئيس الأمريكي السابق أيوا يا أحمد معنا أحمد من أسيوت اتفضل يا أحمد 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 أنطلق الصاروخ في الفضاء علش السود مش وصل لي خالق أنطلق الصاروخ في الفضاء يا أستاذ ممكن حد من الكنترول يبلغني السؤال أنطلق الصاروخ في الفضاء يا أستاذ ممكن حد من الكنترول يبلغني ماشي حاضر حاضر طيب يا أحمد أحاول اتصل لعشان السود مش وصل لنا يبقى إذن الدكتور مصطفى السيد علامة بارزة من علامات التقدم العلمي بالنسبة لمصر فثبت وجوده في المحافل الدولية العلمية المختلفة لذلك أبنائي وبناتي أنا بنصحكم بأن لا يتخلى أحد عن العلم وأن يزرع في داخله أسس الطموح وبتاكر ويعمل واكتهد فربما يجعل الله على يديك طريقاً لسعاد غيرك بذلك يستمر جزاء هذا العلم لك إلى أن يرس الله الأرض ومنع أم عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من هذه الثلاث علم ينتفع به فعلم كل عالم وفكر كل آديب مدام بناء مفيداً للمجتمع فهو في ميزان حسناته إلى يوم القيامة طيب أنا دلوقتي هعمل إيه؟ هبص على القطعة اللي احنا اخترناها من درس الكراءة ونختار بعض الكلمات الإعرابية لتخزيط عقولنا شوي بيقول إن الفكرة الواحدة جدوى المنفصل لو حبيت أعرب كلمة الوحيدة إن الفكرة الواحدة هلعز إن الفكرة معرفة فيها ألف ولا والواحدة معرفة بالألف ولا يبقى بيتلقى الواحدة نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة طيب مواحدة يقول لي أن الجملة دي بدأ بإن أنا عايزة تمم إن باسمها وخبرها الأول هقولك أدي إن الحرف الناسخ والفكرة اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة وجدول هو خبر إن مرفوع علامة رفعه الضم أما الأفكار المتلاقية فهي المحير تعالى نفكر تاني أنا قلت في الترمي الأولاني لما كنا بنشرح البناء والإعراب قلت أي اسم يجي بعد الضمير البارز المنفصل طالما متمم له يبقى هو ده إيه الخبر باعتبار إن الضمير البارز المنفصل هو المبتدأ فلما أقول فهي المحيط فالمحيط خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الذي تتجمع فيه الجداول نعرف كلمة الجداول تتجمع الجداول طبعا هو فصل ما بين الفعل والفاعل بيجره المجرور اللي هو فيه فبعرف كلمة الجداول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة قولوا الفرق بينهما وبين الفكرة المنفصلة كالفرق بين الأفق الواسع لو حطني خط تحت كلمة الفكرة بين الفكرة أظهز إن الفكرة مسبوكة بظرف اللي هو بينه وقلنا برضو في الترم الأول أنت يا هانم وانت يا بيه بعد الظرف مضاف إليه فنعرف الفكرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة يبقى وبين الفكرة المنفصلة كالفرق بين الأفق كالفرق خد بالك الكاف من حروف الجر فبالتالي الفرق يتعرف اسم إيه اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لكن الفاء ليست من حروف الجر ناخد بالنا من الحاجات دي يبقى الفرق بين الأفق الواسع والتيار الجارف وبين الشط الضيق والموج المحصول خد بالك كل دي نعت ومنعوت نعت ومنعوت أو الأفق الواسع التيار الجارف الشط الضيق الموج المحصول نعت وإيه ومنعوت وقد تبدو الموضوعات موضوعاته فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة التي تتمثل بها هذه الأفكار في ظاهر الأمر أنها موضوعات تفترق لو حبيت أقول تفترق فعل مجرد ولا مزيد تفترق مجرد ولا مزيد أيوة أنا سامعه فعل مزيد فعل مزيد طيب لو حبيت أوجين كلمة تفترق أوجينها على مد التفتعل يبقى تفترق الشرق من الغرب والشمال من الجنوب طبعا يا أبنائي كل هذه المعلومات المختلفة إن كان التي ذكرها عباس محمود العقاد تدعونا للقراءة وإن كان التي ذكرت عن أستاذ الدكتور مصطفى السيد تدعونا لتحصيل العلم وما ينقصنا في النهاية إلا أن أنصح لكم فأقول تعلم العلم وقرأ تحص فخار النبوة فالله قال لي يحيى خذ الكتاب بقوة بقوة تأخذون كتابكم ناجحين موفقين دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة